قانون الحالي يحاول استدراك كل الميوعى التي كانت موجودة في قانون الاستثمار الذي أعطى امتيازات كبيرة وغير مبررة لما يسمى بمصانع تركيب السيارة إجراءات المتعامل بها في كل الدول الآن من المفروض عدم تحديد الكوطات ونترك السوق هو وقواعد السوق هي التي تحكم العملية عملية التسويق وعملية شراء وعملية البيع مرة أخرى تناقضت أخرى الآن بما أنه فيه سعر رسمي وسعر حقيقي وكين فرق يتجاوز 30-35% بينهم لدينا قوانين تحاول أن تنظم العملية دون حل المشكل الجوهريا إذن منطق أن نذهب إلى توحيد سعر الصرف بعد ذلك فإن عملية سواء استيراد أو عملية تصنيع سيكون يحكمها مبدأ واحد وسعر الصرف واحد الآن نرى بأن عدم توحيد سعر الصرف يتولد عنه قوانين أخرى التي تحاول أن تحل من المشكلة ولكن جوهريا لا تحل أي مشكلة بل تزيد من الإجراءات تزيد من عدم الوضوح وتزيد من النجاعة للعملية الاستيرادة أسعار ليست مرتبطة فقط بالحقوق الجمهورية والدرائب الرسوم بل أيضا مرتبطة بالتنافس وينبغي أن نشير إلى أن مرحلة ما قبل مصانع تركيب سيارات كانت أكثر تنافس ما بين المستوردين أو أصحاب العالمات التي كانت تسوق في الجزائر بينما بعد ذلك أربعة أو خمس مركات استحوذت على السوق وكانت في وضعية غير تنافسية التي أثرت على السعر أيضا الآن من يريد اقتناء سيارة يدفع حقوق جمهورية ولكن على الدولة في نفس الوقت أن تتحمل مسؤوليتها من أجل حل مشكلة النقل العمومي وجعل من النقل العمومي هو النقل المدعم والنقل الذي يحل من المشاكل الجزائرية في التنقل نحن البلد الوحيد الذي يستورد سيارات ملويتة إذن المحافظة على استيراد سيارات أقل من تلسنوات في حد ذاته يتعارض مع هذا المبدأ إذن مرة أخرى لا يجب أن نقير الشيء ونقيده في نفس المنظومة القانونية إذن إن حررنا عملية الاستيراد إن حررنا عملية التنافس فكيف نحتفظ باستيراد سيارات أقل من تلسنوات اللي هي أصلاً ملويتة واللي هي أصلاً لا تطابق لا مع معايير السلامة ولا مع معايير المحافظة على البيئة إذن مرة أخرى لا يجب أن نسوق مبادئ ولكن في نفس الوقت نفس القوانين فيها قواعد تناقض المبدأ نفسه سنشهد مد وجذب بين أصحاب المصانع والإدارة من أجل إيجاد حل توافقي يرضي الطرفين ولكن الذهاب إلى قواعد السوق والإحترافية هو الحل الوحيد الذي يمكن من تجاوز المرحلة الحالية شروط الجديد هو موجود ينبغي تفعيله في أقرب وقت من الممكن ومرة أخرى عملية الارتباك أو عملية عدم الفصل بصفة نهائية ستؤثر أكثر على عدم الاستقرار الموجود في السوق